الله يرحمه عم محمد فؤاد نجم لما كان بيكلمنا عن المسكفين او المسقفين في واحدة من قصايده يعيش اهل بلدي كان بيقول يعيش اهل بلدي وغيرهم مفيش تعارف يخلي التحالف يعيش وفي مقطع بيقول يعيش المسقف على مقهريش محفلة مزفلة كتير الكلام بكم كلمفاضية وكم استلاح يفبرك حلول المشاكل الوام دي الحالة اللي احنا عايشين فيها القانون بقى وجهة نظر والطب بقى وجهة نظر وقلم الفلك بقى وجهة نظر كل حاجة بقى فيها وجهات نظر وكل واحد يقول اللي هو عايزه على قد فهمه بقول الكلام ده بمناسبة الجدل حوالين قانون الانتخابات رئاسة الجمهورية صحيح انا لما بسمع واحد من اسادزة القانون الدستوري ضد القانون الحالي اللي صدر وبيفند وبيقول ما لديه واطرحاته ضد بقتنع لا القانون خطأ اما بسمع واحد استاذ في حجمه وفي قيمته بيقول نعم او معه بقول لا ده الكلام ده صحيح ليه لان هم خلافاتهم تقريبا في نص سنتي يعني اسادزة القانون الدستوري خلافاتهم في نص سنتي احنا خلافاتنا في 7-800 متر عشان كده بستغرب قوي من اساسة المحافلتين المزافلتين كتر كلام دول اللي يقوم ماسك وجهة النظر اللي تعجبه ويقعد يقولها زي البرابانت فتقعد تناقشه فيها يوقف يعتل في حتة معينة يقوم يعتل ما بيعرفش يتناقش هو مفروض الحوار حوالين مثل هذه القضايا الدستورية تكون ما بين علماء على قدر العلم يعني قيمتهم قد بعضها حجمهم قد بعضه علشان على الاقل نفهم ونعرف انه هذا من الممكن ان يكون مقبولا وذاك من الممكن ان يكون مقبولا الحكم في النهاية بيبقى للمحاكم يعني المحاكم تقول قولها الفصل لكن احنا ما نقودش مصدر الاحكام قبل ما يعرض الامر على المحكمة نفس الشيء في العلم يعني فيه نهاز وجهات نظرها متشأمة كده من جهاز جديد تم اختراعه لعلاج اليدز وفيروس سي هو متشأم مش عاجبه الموضوع شكله وحش زي المستشار العلم الرئيس الجمهورية الدكتور عسام حجي كان قاعد في واشنطن وبتفرج على التلفزيون فطلع الجهاز شكله ما عجبوش مع علمه راجل في ناسة يعني وانا دايما بتوع الناسة دلوقتي بيت بتشاهم منهم شوية يعني بقى عندي ازمة اتجاه ناسة انا بتشاهم بقى على ترية المحافلاتين ومزافلاتين يعني مش بقيم لاني لايجوز ليه ان قيم علم في ناسة تأكيد علم يعني قيمة كبيرة لكن ده على سبيل الدعابة او السخرية فكان قاعد هناك شاف الجهاز ما عجبوش شكله قال ده مصيبة وفضيح وورا طابر طويل شغال مصيبة وفضيح افهم ده بقى لما يجي من عالم يقوله يكون شاف الجهاز لكن دايما حتى العلماء تقوله انت شفته وقولك لا طب عرفته لا طب قابلته لا ما قابلتوش ومعرفوش ومشوفتوش بس هو غلط على سبيل الاحتياط يعني ودي مش بزحس في ده بس ده بتحصل في كل قضيانة هي ليه الدولة ما رصفتش كذا ليه الدولة عملت كذا تيجي تغير المرورون على اليمين يقولك طب قلت خليتو من عشرة يعملوا عشرة يقوله مين ما كان يحل لك المشكلة وهو مش بالمرور وقال ليه علاقة بدا عايز يحل ازمة الامتار مثلا بتسقط غزيرة وبيبقى في سيول في وقت من السنة في بعض محافظات مصر ليه الدولة مش عاملة حسابها الدولة مش عاملة حسابها لان بقى لنا 30 سنة في تراكمات ودتنا في دهية في حاجة اسمها مخرات السيول يعني الطريق اللي تمشي فيه المية علشان تروح لمجراها من غير ما تهد ولا تدمر زراعة المية دي معلومة بالضرورة لكن ما كانش فيه قانون في البلد كان فيه عشوائيات ما كانش فيه نظام كان فيه كل واحد بيعمل اللي هو عايزه بمزاجه على قد عضلاته وقوته في هذا الوطن قريب من الغابط ولا قريب من الحافظ ولا قريب من الوزير ولا قريب من اي بيه فممكن يبني بيت او جامع او يستصلح ارض زراعية في مخرات السيول لا ده الادهة من كده بقى كمان تيجي وزارة النقل ممكن ترسف طريق في طريق مخرات السيول ما هيكت المسألة ماشية كده عشوائية في عشوائية في عشوائية كنا جمهورية مصر العشوائية ايام الرجل بتاع احنا اسفين يا ريس ده لو تفتكر وكانت جاه العشوائية حتزيد اكتر ايام احنا اسفين يا مرسي برضو يعني اللي هي بالبركة عمل لها شوات بخور هيحل الازمة الازمة بشوات بخور ورقوة وكانوا عايزين يعني ويعملوا مشروع قناة السويس بالبركة وصلى على النبي والحباب المهم معنا قطر يعني كانوا فرحانين جدا بمعنا قطر دلوقتي احنا جايين بنتعامل مع تراكم الازمات دي فيه اخطاء اه فيه قصور اه لكن لازم ابقى حاطت في اعتباري ما سبق مش احاول اصدر الاحباط وصنع اليأس عند كل البشر علشان اثبت ان مفيش حاجة حتتغير اللي بيقول لك مفيش حاجة حتتغير هو مش من مصلحته من حاجة تتغير اصلا ليه لانه هو ده بيرعى في العشوائية بيتميز بيتقدم بيعرف يبني نفسه امجاد في العشوائية فعشان كده لما تلاقيهم بيطلعوا ينفخوا في وشك ويقول لك مفيش حاجة عتغير ده مفيش اعمل يعرف ان ده من الصناع الاساسيين لليأس او من زراع الاحباط او ان ده عايز الوضع يفضل زي ما هو جده الامطار في كل الدنيا نعمة انا عايشت يمكن في برا مصر وفي دول فيها سيول على طول الامطار لما تسقط الناس تزغرت لان ده ميا جينا ما هي اسيوبيا احنا بيجينا من عندها الميا ما عندهم ميا على طول طول الوقت بنول ده نعمة بس احنا بنستقبلها وانحنا عادينا نحطين رجل على رجل قدام الشيشة لكن الميا ما بتنزلش على اراضينا عشان راعي يبقى لها مخارات تتصور كميات الميا الهائلة اللي بتنزل من اسيوبيا ودول وعيشة وبتعرف تتعامل مع المسألة دي احنا ربع شبر مطر البلد تغرق زي ما حصل امبارح والمحافظين نزلوا في الشوارع ودي جديدة وحلوة للامانة يعني انا بقيت بسعد قوي بالمسؤولين اللي بينزلوا في الشوارع على طول دول السيول دي عندنا في مصر بتسبب لنا خسائر كبيرة بتوصل لانها توقف الحياة في المحافظات يعني مثلا في اسيوت الامطار بتتسبب في انهيار عدد من المنازل احنا شايفين والاراضي في عدد من قرى مركز البداري طب ليه نقف هنا بس ليه حصل ده في البداري او في اسيوت لان البيوت مبنية غلط في طريق المية اللي مفروض انها حتنزل مر كل سنة او كل سنتين ثلاثة ودي مفروض يبقى في وزير الرأي بيستقبلها وبيعملها يعني اماكن لاستيعاب هذه المية لان احنا ممكن نستخدمها في الزراعة لكن احنا ما عندناش مية جاية تترمي على الارض ما احنا النيل بيبعت لنا ونقعد نتكلم عن صد النهض طبعا بيموت مواشي وبيبوز اراضي زراعية وبيوت بتوقع ومدارس بتوقع في صهاج الامطار لما اكتحت مدد المحافظة خاصة في اخميم وطاعة والمراغة ربط اطعت محافظ جنوب سينة اللي هو خالد فودة قرر ايقاف طريق شرب الشيخ دهب وفيران كاترين بسبب ايه المطرة واعلن حالة الطوارئ لشفط المية اللي جمعت على الطرق يا جماعة المية دي نعمة يجب ان نحتفي ونحتفل بيها يا جماعة دي مش شر مستطير ثم ان عندنا كمان هيئة ارصاد بتقول لنا درجة الحرارة ايه وحتزيد انت وتقل لانت يعني رئيس هيئة الارصاد الجوية السيد احمد حسين بيقول لكم اعرفه من دلوقتي عشان ما تتصدموش من المنتظر ان تستمر حتى عدم استقرار في الاحوال الجوية وحتصل الامطار اللي حتصل لحد السيول خاصة محافظات تاني لس في محافظات شمال وجنوب السيد وشمال وجنوب سينة وعلى سلاسل جبال البحر الاحمر رئيس سيد الارصاد يقول ان الرياح حتنشط اعتبارا من بكرة يعني من بكرة انتظروا الرياح عشان اللي نازل يبقى عمل حسابه سواء في لبسه او مشاويره هتبقى ازاي او حتى على الطريق على كافة انحاء الجمهورية ده هيقدي لتدور الرؤية يعني اللي عنده مشوار هيسافر فيه على طرق طويلة ياخد باله ويعمل حسابه وقال هتضطرب الملاحة البحرية ده بيبقى عملين حسابهم على طول المواني مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارا من يوم يعني من بعد يعمل حسابك من بكرة يعني ده كل ده موجود ولازم نبقى عملين حسابنا عليه معانا معانا سيادة اللي هو محمود عطيق محافظ سهاج مساء خير سيادة المحافظ نور انا سهلا يعني كان الله في عونك الله يخليك ربنا يخليك اخبار السيول ايه بقى في السهاج عاملة ايه او ال 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 الازمة وصلت لحد فيه احنا كان عندنا مبرح امطار غزيرة وسلوج على جميع مراكز المحافظ اه ولكن كان فيه مركزين كان فيهم سيول فعلا بقى جاية نزلة من الجبل مركز طهطة ومركز ساولت احنا عاملين حسابنا من قبلها بيوم ورفعين درجة استعداد جميع الوحدات المحلية وكل الاجهزة التنفيذية المعاونة زي الشيول الاجتماعية زي الال الاحمر ومجهزين كل حاجة بالنسبة للاستعداد لان احنا السيول حصلت في السواج سنة 94 دي اخر مرة حصلت سيول بالحجم من 20 سنة اه من 20 وفي مخرات سيول معملها سدود معمول سدود بالفعل ايه معمول سدود ومن ضمن القرى اللي نزل عليها سيول مبارح في طاطا اللي هي نزلة عمارة في سدود للسيول وحاشد كتير طب بتتجمع المية دي عشان نقدر نستثمرها بعد كده فندي لا هي بعيدة عن الترع لانها في الجبل وبالتالي بتجمع المية وراها بحيث انها ما توصلش للبيوت وللزراعات لكن هي عشان توصلها للترع هتقطع في مسافة طويلة وهتخش في وسط برضو بيوت او زراعات ده نتيجة بقى البناء هم عاملين السدود لتقليل قدة سيول نتيجة البناء العشوائي في طريق مخرات السيول اه لان هي سوهاج محصورة بين جبلين سوهاج 11 مركز محصوري بين جبلين احنا لدي عندنا جدا في سوهاج عرض من 10 إلى 15 كيلو أو 15 إلى 25 كيلو وكله بين جبلين ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل نوسع الوادي ده نعم في المستقبل لازم نوسع الوادي ده اه بالزبط كده ويمكن الكلام ده قلناه في مرنامج عند حضرتك قبل كده ده صحيح فانتب بالنسبة للمتضررين يا فانتب اه احنا مبارك كانت الوحدات المحلقة والشيول الاجتماعية كلهم متوضررين صرفنا عانات عجلة صرفنا احنا عندنا حالتين وفاية سيدات نتيجة لسقوط البيوت من الطوب اللابن وعندنا تجلق إصابات نتيجة سقوط مسجد اه صرفنا عجلة صرفنا عانات فورية للناس المتضربين للعاشة وصرفنا المواد التامونية وصرفنا بطاطين كان كنت انا موجود في مركز من المراكز مع السكرتير العام وكان فيه السكرتير مساعد في المركز التاني هل سيئاتك محتاج ان الناس تشارك بانها والله فيه ناس شاركت وبعتوننا فعلا بطاطين يعني بالفعل حصل يعني اه فيه ناس شاركت فعلا من رجال اعمال وبعتوننا بطاطين طيب مطلوب ان دي تستمر في الايام اللي جاية وانهم يشاركوا بقى مع الناس على اساس والله اللي عايز يشارك احنا ما نقولوش لا يعني احنا عندنا موجود متوفر عندنا فعلا انتنيات للاغاثة بنجهزها طبعا في الظروف اللي زي كده لكن اي حد عايز يشارك مش هنقولو لا يعني احنا بنحصره رجل اعمال قال لنا احصروا لليوت لوعت لاننا عندنا بيوت من الطوب اللابن كتير فبنحصرها وطالب ان هو يعرف عددها كام عشان ممكن يقدم لهم خدم ده ده رجل اعمال واحد وان شاء الله بكرا يكون تلاتة او اربعة او عشر رجال اعمال يشاركوا في حاجة زي والله يا ربنا ايه بعد كان عندنا مشكلة النهاردة في طريق البحر الاحمر سهاج البحر الاحمر كان من امبارح بالليل اتبلغنا الساعة 11 ونص بالليل ان الطريق اقطع على مجموعة من العربيات والطريق اقطع قدامهم ووراهم عرفت البعدات بالليل ووصلوا بالليل لكن مقدروش يشتغلوا قل الصبح وروحت لهم الصبح عملنا تحويله اولين الطريق وعدينا اكتر من خمسين عربية كانوا محتجزين طول الليل منتظر ان لسه الانطار تستمر فانتم مستعدين لها بقى ساعة المحافظ والله جاهزين كل المعدات جاهزة احنا بنتحرك يعني قبل الحدث ما بيحدث بنكون موجودين في مكان الحدث هل في اتصال بين حدثك وبين رئيس الحكومة اه اتصل بيه النهاردة الطمن رئيس الوزراء والليه وعاد اللبيب وزير التنمية المحلية اتصل والطمن وبكرة الصبح جايه لي وزير الرأي عشان نعاين احد مخارات السيول وعاستنى الصبح في المطار نطلع على مخارات السيول في نزلة عمارة لكن المطار شغال الحمد لله مخارات السيول برضو وجهت مكيل وزارة الرأي ان احنا عايزين نعمل لها شوية تدعمات بحيث انها ما تصرفش اي ماية توصل للقرب ست اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج باشكر حضرتك وان شاء الله اتبر المسألة دي على خير والامطار خير دايما نروح بقى البحر الاحمر معنا ست اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر مساء الخير فاند اهلا مساء الخير يا سناصر برضو اقول كان الله في عام حضرتك يا رب ربنا يعاننا جميعا ان شاء الله البحر الاحمر تقريبا واضح ان المسألة فيها كبيرة شوية اكتر من محافظات اخر اه كانت كبيرة بس الحمد لله خلاص يعني استعدنا كفاءة كل شيء الحمد لله المطار المطار ده من مبارح بالليل يعني هو اللي حصل ان كم المطرة كان اكبر من المعدلات اللي كان يعني الطبيعية واللي كان عليها تصميم الاسف فكانت النتيجة هو فيه مواسير موجودة لتجميع المياه دي المطرة وكلام ده وبتنزلها في مواسير للطر ولكن الكم كان كبير اوى يا سيد ناصر كان نتيجته ان بدأ تصربات المياه فيه سقف معلق اللي حضرتك عارف اللي هو بالجيبسنبورد ده اه اللي هو مع الشمف المارساني بس زعبت السقف الصائف اه بدأ تجمعات مياه في اماكن متفرقة في السقف الصائف المصيص او الجيبسنبورد ده لما بيشرب المياه بيدوب بيدوب وبيتقل وبيسقط فحصل شوية يعني بلطات منهم اه سقطوا فعلا اه استغلينا الصالة ما كانش فيها هذا الموضوع قسمتنا الصين علشان السياح جزء للسفر وجزء للوصول نقلنا الجوازات وكل حاجة تنقلت والصالة اشتغلت من مبارح اه النهاردة جات لنا لجنة من القاهرة السيد رئيس مجلس الوزراء امر بتشكيل لجنة اه وجات اللجنة من القاهرة مركز بحث البناء ومن عندي لجنة من المقافظة او من المقاولين العرب وكله عملوا تقييم للغالة وان شاء الله بكرة هيبدأ العمل ليه تركيب بقى البلطات واستعادة الامور الى ما كانت عليها يعني ممكن المطار يعمل بكامل كفاءته خلال كم يوم كده كماما لا هو خلي بالحضرتك المطار الشجال دلوقتي بكامل كفاءته اه ما يعني لم تتأثر الحركة ولم تتأثر حركة الوصول او الصفر فيه ولكن احنا عايزين الصلاة كلها تفتح بدل ما احنا عاملين الوصول والصفر في صالة واحدة لا احنا عندنا صالة وصول وعندنا صالة صفر ده بالنسبة للمطار المحلي وبالنسبة لصالة الوصول والصفر الدولي فعايزين الصلاة كلها تشتغل بكرة هيبدأوا يشتغلوا هيدونا ان شاء الله تقييم زكان في خلال كم يوم حين هو هزيه الاعمال وكلها اعمال خفيفة جدا عارف ان بلاطات الجيبسن بوردي دي بتركب مش انا عارف طبعا لان هي ولا خرصانة ولا ولا لا يدوب اعمال تركيبات مش اكتر هي اتصورت للناس على انه سقف وقع لكن انا فهمت دلوقتي من حضرتك انها السقف المعلق المصيص بالزبط كده وليس السقف كله المعلق يا سيد ناصر يعني انت عارف المياه بتيت جمع في حتة خلاص طالما الحتة دي سقفت كل المياه بتصعب منها وخلاص وبتتوقف بعد كده مش فت الدنيا خلاص هيبدأوا يستعيدوا بقى يحطوا بلاطات ولكن احنا الغرض من تشكيل اللجنة علشان نشوف اذا كانت اكتر المواسير دي عايزة تتغير اللي هي فوق منها اللي بتاخد مية المطرة وتحديفها بعيد او بتنزلها على شبكة الصرف بتاع المطار دي ممكن سهلا نغيرها ان شاء الله طبعا يعني شيء رائع جدا ان كل الناس تبقى مشغولة انها عايزة تسخل حضرتك طب اوضاع السياحة ايه هلتأثرت بالامطار دي الحمد لله لا 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 طبعا لا 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 ما انت عارف ده اوروبا كلها امطار والطيران بيشتغل في اوروبا في عز الامطار ما انا عايز حضرتك تقول ده ان الناس بتبقى فرحانة بالجو ده واخد عليه بالضبط كده يعني هو طبعا مطرة ومفيش برد ويعني اه اللي كان من مطر هو كان كثيف اوي واعلى من معدلاته بالمناسبة المطرة دي لم تتكرر في الجرداء من سنة ستة وستين ستة وستين ستة وتسعين ستة وتسعين يعني نفس الشيء كان بيقول لي سيدتي اللي هو محمود عتيق كان بيقول لي برضو في سواج ما حصلش بالحجم ده من ستة وتسعين بالضبط كده ليه كانت اه يعني موجة السيول اللي كانت ضربت سلسلة جبال البحر الاحمر والسعيد والكلام ده عموما احنا بنتفاقل جدا بالامطار دي يا فن يا رب يا رب احنا بنقول البطر خير بس ما يبالوش اثار سلبي يعني اللي حدث الاكتر عندي مبارح كان الطريق بتاع الغرداء راس غرب وده طبعا اه ده اطعا انا مبارح اطعا والعربيات اتحجزت جزء منها اه في الشمال وجزء منها في الجنوب طبعا يعني كان همنا كله على اهلين اللي هم محجوزين بدأنا يعني بعدت عربيات اسعاف بعدت اللي هم يام عدنية بعدت اللي هم باسكويت كله 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 ده علشان يعني برضو نخفف اه 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 الى حد ما اما اللي كانوا في اتجاه الغرداء فتحت لهم نصر الشباب اه وانا معايا الصورة كمان طريق الغرداء النهاردة واضح انه بقى افضل الحمد لله استعدنا الكفاءة اتردمت الحتة والدكت وبدأنا العربيات اللي متجهة شمالا والعربيات اللي داخل الغرداء الحمد لله حركة كثير بدأت ترجع طبيعية تماما لحد بقى ما نقيم الامور بقى ونبدأ نسفلة الحتة اللي كانت اتكسرت في الطريق دي ست المحافظة احمد عبدالله محافظة البحر الاحمر بشكر حضرتك شكرا جزيلا واحنا بنبص على الصورة لابد في مساحات ناخد بالنا منها لاول مرة يبقى في مصر اول ما تحصل اي ازمة تلاقي المسؤولين كلهم بيجروا في الشارع تلاقي محافظ تلاقي وزير تلاقي رئيس وزراء افتكروا بس من ثلاث سنين كان ايه اللي بيحصل كانت الدنيا تضرب تقلب فاكرين العبارة اكتر من الف واحد ماتوا كان ماتش الكرة شغال وكان رئيس الدولة رايح يسلم على اللعيبة وما فيش حاجة خالص الف واحد اكتر من الف واحد كانوا ماتوا الناس كان بطلطم وتصوت وتسرخ ورئيس الدولة كان فرحان جدا بماتشات الكرة لو تفتكروا اللي هو المخلوة يعني افتكروا كان كل دا ما بيحصل لا بتشوف محافظ ولا رئيس حي ولا اي حد انا مش بدافع لكن بقول دا تغير صنعوا الناس باديه صنعوا بخمسة وعشر يناير وبتلاتين يونيو عشان نسق بس في قيمة اللي احنا بنعمله ما يقدرش دلوقت محافظ يقعد لان فيه ضغط الرأي العام فيه ضغط الاعلام رغم غياب البرلمان دي حاجات كتير بتتغير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفذ عدد من المشروعات الخاصة بالتنمية في الدولة منها انشاء طرقه كباري وانشاء وحدات سكنية ويمكن انبالح احنا فجئنا كده عن خبر الاعلان عن خطة لانشاء مليون وحدة سكنية وده كان من اهم الاخبار الصورة اللي احنا شايفينها على الشاشة دي ده جزء بقى يعني المجتمعات الراقية جدا دي هتتعامل لمحدودي الدخل باشراف الهيئة الهندسية واعتقد انه فيه اشياء اخرى كثيرة جدا بتعملها الهيئة الهندسية الشكل اللي قدامنا ده معانا سيدتلوها طاير عبدالله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مساء الخير فاند مساء النوع يا فاند اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك احنا دلوقتي احنا بتكلم عن اولا الحجم مليون وحدة سكنية اظن الحجم ده عمره متعمل قبل كده في مصر بالضبط طبعا الكنان التصميمات معمولة المكتات اللي قدامنا وبنعرضها على الشاشة شكلها تفتح النفس ان شاء الله تبقى حضارية كويسة جدا طيب المشروع دي فانديم هيبدأ امتى عمليا ولا بدأ لا احنا متخطط 14 موقع حاليا بيتم استطلاحهم ان شاء الله التنفيذ الفعلي هيبدأ في الربع الاخير ان شاء الله من السنة دي بإذن الله الربع الاخير من السنة دي بإذن الله يعني من الممكن بعد قد ايه كده تبدأ اول دفع ناس تستلم انا اتوقع ان ممكن بعد سنتين تلاتة ممكن يكون فيه دفعات خلصة وجه للتسليم طب ردود الافعال طبعا الناس يعني فيه عدد كبير جدا من الشباب بقى عنده امل كبير او فتح لطاقة امل للمشروع ده فيمكن حضرتك رصدته رد الفعل ده مفيش شك ان يعني مليون واحدة سكنية هتشارك بجزء فعال في حل بسلطة الاسكان اللي بحدود الدخل في مصر ان شاء الله الخوف يا فاندي ان تبقى عبارة عن عمارات لازق ببعضها بفيش بسحات خضرة او الوحدات السكنية تكون صغيرة جدا الحقيقة اللي احنا يعني هتجارب الاماراتي مشكورا يعني وقفين وقفة كلها هجولة وشهامة مع الشعب المصري طبعا من تلاتين ستة والمشروع ده جاي في مقر لهذه الوقفة برضه ومخطط ان شاء الله مدن جميلة جدا فيها كل حاجة العمارات السكنية في على مساحات وفي مساحات خضرة كاملة المرافق والخدمات يعني ميا وكهربا وصرف وشبكات معالجة ومحطة ميا وميا بعد المعالجة الغري الزراعات وبعدين هبقى فيه المرافق كمان اللي هي المسجد حضانة مدرسة مول تجاري مستشفى او وحدة صحية نقطة اتعاف ونقطة شرطة نادي او ساحة يعني هتبقى مدينة متكاملة ان شاء الله زي اللي احنا بننفذها حاليا مناطق متكاملة كده فيها كل الانشطة والخدمات بتاعتها ان شاء الله احنا معلش فاند يعني ارجو التسع صدرك الناس بتسمع الهيئة الهندسية ايه دورها هيبقى في المشروع ده هي اللي هتبني الجانب الناراتي لما جاي اقل انا هشتغل من خلال قوات المسلحة اه الجهة للقوات المسلحة المنطب تنفيذ المشروعات دي هي الهيئة الهندسية يعني ده هيفتح باب مثلا للمقاولين طبعا الهيئة الهندسية بتشتغل بفائض طبقتها من قوات المسلحة في هذه المشروعات وبعدين منكمل باب التعاقد على الشركات المدنية تبقى المستواها فيه شركة غيرة بتاخد عمارات فيه شركة اكبر بتخص عمارات فيه شركة غيرة بتاخد خمسين عمارات على حسب حجم الشركة وحجم الاعمال وامكانياتها يعني فيه تشغيل بقى العمالة في الفترة اللي جاي ان شاء الله تشغيل العمالة مباشرة اللي هينفزوا الكلام ده وعمالة غير مباشرة اللي هي المصانع اللي هتنتج المواد زي حمصنع حديد مصنع اسمنت مصانع الطوب كل ده هيتشتغل ان شاء الله وإذن الله هيفتح مجال عمل كبير قوي في مصر خلال الفترة القادمة ان شاء الله متوقع لأدي يا فندم كم فرصة عمل يعني احنا لو قلنا الوحدة سكنية مثلا ينفزها عشر خمساشر واحد يبقى خمساشر مليون موجود الكلام ده في السوق موجود في الشركات الشركات الكبيرة والصغياء عندنا حاج من طائفة المعمار الكبير الحمد لله يغطي المطالب دي طبعا احنا بنشكر الامارات بس طبعا الشركة حتبقى بتمول كل المشروع شركة اربتيك طبعا شركة اربتيك بتمول الكلام ده فعلا وده اللي قد لبيه سيد حسن عبدالله سميك ببارح وقال ان الشركة هتنفذ الكلام ده بدون اي عائد او دور اي فايدة هتاخدها وسادة المشروع صد ان كمان تكلفة الارض هتتشال فبالتالي ان شاء الله الوحدة سكنية هيبقى تكلفتها قليلة جدا الحكومة هيبقى لها دور طبعا في المجتمعات السكنية دي بحيث انها يعني تساعد الناس انهم يبقوا موجودين فيها ما يبقوش بيسكونوا وروحوا يشتغلوا في حتة بعيد طبعا ما فيش حاجة بتتم وزارة الاسكان حتى في توقيع البروتوكول مبارح موجود وزارة الاسكان وزارة النام الحالية والإدارية وزارة الشباب والجرابة وزارة الخدمة الاجتماعية وزارة الصحة كل الوزارات المعنية لان برضو المنشآت بقى فيها واحدة صحية او مستشف في وسط التجمع هل هيبقى في الوقتمر صحفي لإعلام بقى الحجز هيبقى زايد لسه حقيقة لسه أسس الحجز وأسس الحساب لسه متعملتش احنا طبعا لسه وتوقعنا البروتوكول مبارح وابتدين هناخد إزراءات التخطيط والتنظيم والتنفيذ وإن شاء الله حاجات دي تبقى بدراسات لاحقة يعني إن شاء الله لاحظنا فاندم ان انتم مركزين قوي على الصعيد كمان في المشروع ده الحقيقة احنا منتشرين في كل حتة طبعا القهار وجيزة والاسمعالي القهار وجيزة والاسكيدرية فيهم مشكلة جدية في الإسكان لكن طبعا بننتشر في كل مقار على فكرة الإمارات من الدعم الإماراتي اللي هو منذ 36 احنا بنفس حاليا بخمسين ألف وحدة سكنية تغيير المليون تغيير المليون خالص خمسين ألف وحدة سكنية بنفسهم في سبعتاشر محافظة بمجرد ما ينتهيه هناخد خمسين ألف تانيين دعما من الجانب الإماراتي ده ضمن الدعم اللي هو كان وحدات صحية وكباري وميت ندرسة فيهم حوالي 1500 فاصل وثمانية وسبعين وحدة صحية وأعتقد خمسة وعشرين صومعة لياسعة واحد ومص مليون طن الحقيقة الدعم اللي مات يجيز جدا جدا رفع الموات البترولية مش حاسين بمشكلة البترول خالص حقيقة يعني مشكلة وقود يعني هو في المؤتمر الصحفي أعلن كمان عن 3 شهور ده 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 فترة البترول دي احنا بنخطط فيها استوب العمل هيبقى ازاي يعني لا على الدعم وقود لبدة 3 شهور اه 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 دعم اللي أخطط في 3 شهور بتدعم شهور 2 بالظبط بصراحة قالت جملة عبارة كده في المؤتمر الصحفي ايه بالظبط حصل فعلي اه طب فيه طريق كمان بديل لطريق مصر في اسكندرية الزراعي أظن بتشارك فيه الإمارات لا 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 يعني مدخلتش بعانا فاشوها طريق هي دي الهيئة الهندسية اللي بتعملو يا فنظم الآن هو طريق اللي هو طريق مصر في اسكندرية الزراعي مفيش طريق مطبيب ل tacos السكندرية الزراعي اللي هو من عندي شبرة اه شبرة بنها اه اه ده إن شاء الله هنعملو إحنا اه الهيئة الهندسية الهيئة الهندسية اللي بتتخفزوا اه هننننفزه وان شاء الله بترجعت السادة بشيء امان نحن ننفذها نحن ننفذها نحن ننفذها نحن ننفذها ننتقل بقى للشأن العربي وازمة الزايدة دودية في منطقة المسمى بقطر اوقت عديد في استقالات عديدة من بعض الاعلامين العرب او عدد من الاعلامين العرب من المؤسسات القطرية المسلسل بدأ من اول امبرح ومستمر حتى بعد صفحة سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين اخرها كان اعلان المعلقين الاماراتيين علي سعيد الكعبي وفارس عوض من قناة بي ان الرياضية القطرية اللي هي الجزيرة استقالتهم وفي نفس الوقت قالت الكاتبة السعودية سمر المجرن على صفحتها بموقع تويتر ان صحيفة العرب القطرية انا هتعاملها معا وكتب الاعلامي السعودي في قطر مهنة الحبيل على تويتر انه تلقى اتصال من نائب وزير الاعلام دكتور عبدالله الجاسر ابلغه فيه صدور قرار لوقف كتاباته في قطر ده يعني فيه كبان عيسى الحربان المعلق الرياضي السعودي بقناة الكاس القطرية اعتبر ان قرار رحيل الاعلاميين الاماراتيين عن قنوات بي ان سبورت مؤخرا تم بدافع وطني وقال في تصرحات بسكاي نيوز القرار جاء بدافع شخصي ينبع من الوطنية ويقدره كل مسؤول سعودي واحد المسؤولين قال كمان لجريدة الحياة اللندنية ان قرار اغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في السعودية سيتخذ خلال ايام بعد ما وزارة الثقافة والاعلام الزمت او طلبت او رحبت بقرار السعوديين اللي بيعملوا او بيكتبوا او بيظهروا على ششات القطرية بتوقف واكدت مصادر اماراتية رسمية كمان سبورت بوقف التعاون مع قطر وعدم سفر المسؤولين الاماراتيين اليها طبعا كل ده بيأكد ان فيه موقف حاسم وصارم وعلاج بالجراحة مع قطر بعد ما كل المسكنات لم تؤدي الى نتيجة معانا الاستاذ توركي سوديري رئيس تحرير جريد رياض السعودية مساء الخير يا استاذ توركي استاذ توركي اين عم اين عم اين عم وهي في الحقيقة لا تتصرف بإحساس كبر انما تتصرف بإعاج من دول كبرى معروف ومعروف وجودها داخلها فأتصور انا يعني انه ابتعاد الكتاب او ابتعاد المعنيين بالاخبار السياسية والاخبار العامة ليس شرطا ان يكون بناء على تعليمات بل لا عندها بأسر بل استطاع اقول لك ايضا انه كثيرين كانوا يستغل به انه لماذا اتح دول الخليجية لم يردع سولة قطر عن مواقف التي هي بخلاف وجهات دول الخليجية من ذلك مثلا التعاون مع الاخوان المسلمين خلف اهداف غير منطقية من ضمن ذلك موقف ايضا من طبيعة الوضع في سوريا وموقف ايضا من طبيعة الخلافات والاعتداءات التي تأتي من قطر وتمتد حتى تصل الى اليمن كل هذه الملاحظات كانت متجهة موجهة الى قطر في وقت مبكر يعني كان مطلوب ان يصطر هذا القرار في وقت مبكر قبل الوقت الرئيس هي كل التعليقات اللي في قطر بتقول ان هذا الموقف من الدول التلاتة او من دول مجلس تعاون الخليجي لدعم وتأييد مصر فقط هم شايفين المسألة كده مصر تستحق كل تأييد وكل دعم ومصر دولة كبرى مصر ليست قطر مصر دولة كبرى تدعم نفسها اساسا وعندها كفاءة تدعم نفسها لكن يعني قطر عفوا مصر موضوع في الاعتبار في ذهن اي دولة مستقلة وواعية وفهمة واتخاذ هذا القرار لا يعني انه يعني مناصفة ما بين قطر وما بين مصر مصر اكبر بكثير من قطر وانما هو ردع ردع لتعدد التجاوزات الموجودة في قطر من وقت مبكة مو الآن يعني انا اذكر قبل ان يعفى وزير الخارجية اللي هو كان وراء وكل الانقلابات التي حدث الانقلابات كفة السياسية التي حدثت في قطر اذكر مرة دعوة للأمير سلطان رحمه الله في قطر وكان معه اعلانيا انا عز بينهم اه اكرم الخارجية يعني كان يتحدث وكأنه خارجية امريكا او بلتانيا بجد يعني ايه انما يا دولة يعني مدينة الخرج القريبة من الهياض هي اكبر من قطر بكاملة طب قطر كمان ما عندهاش حدود غير مع السعودية حدود ارضية هل هم قدروا قدروا ذلك لا لما هم ما قدروا اي شيء عن وضعهم الخاص وضعهم الخاص يعني ما يعطيهم تأهيل لهذه التصرفات لكن الواضح والمؤتد ان هناك اعاز من قوة دولية معروفة وكبيرة هي اللي تدفع الى مثل هذه المواقف رغبة انت بس الخلفات لمساحات اكبر نحن نعرف موضوع الاخوان في مصر قبل ان يتدخل الجيش ويحسم الامور نعرف ان هناك دول كبرى كانت تدخل مع الاخوان هي التي طول تاريخ الاخوان لم يحدث ان دعمتهم ولم يحدث ان وقفت معهم الا في تلك الظروف التي ليست الغاية منها دعم الاخوان وانما الغاية هي تفكيك العالم العربي اكثر واكثر استاذ ترك في زيارة لأوباما مقررا للرياض اعتقد قريبا والله يقيل عن هذه الزيارة لكن انا شخيا يعني لم اقرأ ما يؤكد ذلك مع انه احتمال كبير ان تكون الزيارة اه يعني هي الكلام ده ذكر في واشنطن نعم تنقلتها اخبار يعني لم يدفر حتى الآن دلوقتي سيستر كرو لعلك تبعت في بعض وسائل الاعلام الامريكية والاوروبية بدأت تتكلم عن ان قطر فيها عدم استقرار سياسي ومن الممكن يصل الامر الى انقلاب هل تتوقع ان ده ممكن يحصل هو قد يحصل لانه انا واثق في اشتياء تام عند المواطنين وعلى كل وضخامة خلافات قطر على فكرة لم يحدث ان مواطنين من سعودية او مواطنين من نصر او مواطنين من اي دولة عربية تعرضوا الاشتركان القطري اطلاقا المواطن القطري لم يسجل ضده اي شيء لكن المشكلة هي مع الدولة وليس مع المواطنين نعم اتفضل 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 اذا فيه مضايقة مما حصل انا متأكد ان المواطنين القطريين باكتريتهم والتضامنين او متفقين مع ما يحصل قارج بلادهم من اشتياء لتصرفات الدولة القطرية التي هي اصغر من دولة اصغر من مدينة يعني اصغر من مدينة هو دا المستفض استاذ سورك السنين الكاتب الصحفي الكبير بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني طبعا لما نيجي نتكلم عن قطر الناس كلها مش عارفة تعبر ازاي يعني كيف هزي ازاي دا الدودية بتصير كل هذه ضجة وربما يكون شيء نفسي ربما يكون عايزين يحس انهم موجودين عموما نسيب قطر والروح لل ضربات الامنية اللي بتحصل في مصر النهاردة الاجهزة الامنية في الشرقية طبعا دا مربع او مسلس الموت وجهت ضربة قاسمة للارهاب تم ضبط ستة من اعضاء الخالية لنفزة عمليات اغتيال امناء الشرطة في الشرقية المتهمين طبعا بيعترفوا على طول بسرعة خلال التحققات وقالوا ان احنا قتلنا تسعة من امناء الشرطة والمقدم محمد عيد ضابط الامن الوطني وقالوا انهم تلقوا تدريبات عسكرية في سيناء على ايد مجموعة من الجهاديين قبل انتقالهم للشرقية هربا من ملاحقات الامنية اللي حصل في سيناء وفي المنوفية كمان القت اجهزة الامن القبضة على الارهابي محمد دري احمد الطلياوي وده المسؤول عن تفجير عبو ونسفة جنب سينما رادوبيس في الهرم خلال الشهر الماضي اشتركوا في القناة